أعزائي المشاهدين الكرام بعد غياب طويل عن مدينة جدارة أمقيس في أقصى شمال الأردن اليوم إحنا الحقيقة دخلنا إلى نفق الديكابولوس أو نفق اليارموك الواقع أسفل المدينة الأثرية في أمقيس جدارة هذا النفق يعتبر درة السياحة الثقافية والجولوجية والأثرية الموجودة في منطقة شمال الأردن يبدأ هذا النفق البالغ طوله عند إنشائه حوالي 160 كم ويبدأ من مناطق في جنوب سوريا في محافظة درعة وينتهي في مدينة جدارة أمقيس أسس هذا النفق بالبداية لأغراب تتعلق بالأمور الدفاعية ومن ثم بعض الأغراب التي تعلق بشؤون نقل مياه الينابيع إلى مدينة جدارة أمقيس المدينة الأهم في مدن الديكابولوس وهي اتحاد المدن اليونانية الرومانية العشرة الموجودة في مناطق شمال الأردن وجنوب سوريا وشمال فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر